الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع سورة فاطر وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية الثانية عسر وهي قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير لعلنا في الدرس الماضي تبين أن الله جل وعلا أراد أن يعرفنا بذاته من خلال آياته والآيات هي العلامات الدالة على وجوده وعلى كماله وعلى وحدانيته وعلى قدرته موجود وقدير وكامل وواحد أبرز الصفات والأسماء التي يمكن أن تجمع من خلالها كل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضل من هذه الآيات أولج بمعنى أدخله يتبدى اسم اللطيف في هذه الآية نحن في حياتنا اليومية نضع يدنا على زر فيتألق المصلاح فجأة نضعها ثانية فينطفئ فجأة أما هذا التدريج اللطيف تغيب الشمس لا تزال الدنيا مضيئة كيف يدخل الظلام شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يأتي وقت العشاء فإذا الظلام قد عم الأرض الله جل وعلا أولج الليل في النهار بلطف ما بعده لطف لو أن الله جل وعلا يعني كما نفعل نحن في حياتنا اليومية غابت الشمس فجأة وغاب معها الضوء لا شك أن الهواء الذي يغلف الأرض يقوم بعملية اسمها تناثر الضوء يعني هناك أشعة شمس وهناك ظلام دامس وهناك منطقة فيها ضياء وليس فيها أشعة الهواء الذي يغلف الأرض يقوم بمهمة تناثر الضوء إذن الغلاف الهوائي نعمة من نعم الله عز وجل هو الذي يجعل هذا الضياء يبدو بشكل تدريجي وفي الصباح يولج النهار في الليل ظلام دامس يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وبعدئذ يزداد الضياء شيئا فشيئا إلى أن تشق الشمس ويعم الضياء الأرض هذه الآية الدال على عظمة الله عز وجل أولا لولا أن شكل الأرض كرة لما أمكن تداخل الليل والنهار ولولا أن سرعة الأرض سرعة يعني بقدر لما تداخل الليل والنهار بهذا البطء وبهذا البطء ولولا أن الأرض يغلفها غلاف غازي لما تناثر الضوء الإنسان إذا دخل إلى الظلمة فجأة لا يرى شيئا بعد حين تتسع حدقته شيئا فشيئا حتى تتبدى له بعض ملامح الأشياء لو دخل الإنسان إلى سوق الحميدية أو سوق مضحة فاشا الآن فجأة وهو يقود مركبه بعد أن يدخل هذا السوق لا يرى شيئا إطلاقا لأنه انتقل من الشمس المتألقة إلى منطقة أقل إضاءة وإذا انتقل الإنسان من مكان مظلم إلى مكان مضيء حدقة العين تضيق شيئا فشيئا حتى تأخذ الضوء الكافي وأنت لا تدري لكن الله جل في علاه جعل تداخل الليل والنهار تداخلا لطيفا وتداخلا مريحا وتداخلا يوحي بعظمة الله عز وجل هذا معنى قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يعني الله عز وجل الذي أمرك أن تعبده الله جل في علاه الذي أمرك أن تطيعه والذي بيده مقاليد السماوات والأرض هو الذي يفعل هذا هل من الناس مهما على شأنهم يستطيع أن يحرك الأرض أن يزيد حركتها أن يزيد من سرعة دورانها هذا من فعل الله جل وعلا أحيانا هناك دليل فطري على أن هذا الكلام كلام الله دليل فطري يعبر عنه بالمثل التالي أنت لو سمعت إنسانين يتحادسان من وراء حجاب أو في غرفة أخرى بينهما باب ينتقل الصوت عبره قال لك البارحة عيننا مدير عام للبريد من المتكلم؟ وزير المواصلة؟ لا تعرف أنت من المتكلم لكن فحوى الكلام ينبئك بالمتكلم طيب حينما تقول وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَةٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ من يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا خالق البشر؟ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرة لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس الشمس تتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض وإذا دخلتها أرض تبخرت في سوان معدودة يعني السطح ستة آلاف درجة أما في أعماق في نواة الشمس أو في مركزها عشرين مليون درجة ستة آلاف على السطح وعشرين مليون درجة في مركز الشمس فلو ألقيت فيها الأرض تتبخرت في ثانية واحدة وسخر الشمس ويقدر العلماء أن عمر الشمس لا يقل عن خمسة آلاف مليون عام خمسة آلاف مليون عام ويقدر العلماء ثانية أن الشمس لن تنطفئ قبل خمسة آلاف مليون عام ما هذه الطاقة؟ أين الإمداد؟ من يمدها بهذه الحرارة؟ الله جل في علاه وسخر الشمس نعم والقمر تقوي نعرف من خلاله عدد السنين والحسان تقوي كل إنسان ينظر للقمر يقول أربطعش خمسطعش لتعش عشرة تسعة الشهر الأول والثاني والثالث له مهمة وله دلالة وله حكمة من خلقه لذلك النبي الكريم حينما نظر إلى القمر قال هلال خير ورشد نستفيد منه ويدلنا على الله عز وجل وفي المناسبة أي شيء خلقه الله عز وجل من دون استثناء له وظيفتان خطيرتان الوظيفة الأولى أن يدلك على الله والوظيفة الثانية أن تنتفع منه أهل الكفر والإعراض استفادوا من الوظيفة الثانية سخروا كل ما في الأرض مصالحه استنبطوا ثرواتها ركبوا الهواء غاصوا في البحار الهدف الثاني تحقق لكن أهل الإيمان استفادوا من الهدف الأول يجب أن نعلم أن كل شيء خلقه الله عز وجل خلقه من خلال هدفين الأول أن يدلك على الله والثاني أن تنتفع منه لذلك يمكن أن نقول إن الله جل في علاه سخر للإنسان السماوات والأرض تشخير تعريف وتشخير تكريم فالتعريف يقتضي الإيمان والتكريم يقتضي الشكر فإذا عرفت الله آمنت به وسكرته فقد حققت المراد من خلقك عندئذ تتوقف كل أنواع المعالجات والمضايقات لهذا قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنت به كلام دقيق جدا الكون سخرة للإنسان بنص القرآن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني ليس خلق خصيصا لكم صمم من أجلكم خلق موافقا لحاجاتكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالكون مسخر لهدفين يستنبطان من قول النبي الكريم هلال خير ورشد لهدف كبير وهو أن تعرف الله من خلال هذا الخلق ولهدف آخر وهو أن تنتفع به في الدنيا فيه هدف علمي وهدف مادي هدف إيماني وهدف نفعي هدف أخروي وهدف دنيوي إذن الكون مسخر للإنسان تسخير تعريف وتسخير تكريم التعريف يقتضي من الإنسان أن يؤمن والتكريم يقتضي من الإنسان أن يشكر فإذا آمن بالله وشكره فقد حقق المراد من خلقه في الدنيا وإذا حقق المراد يعني مثلا من باب التقريب الله عز وجل لله المثل الأعلى وهو في القرآن ضرب أمس لكسيره يعني أب كل طموحه أن يكون ابنه طبيبا إذا رأى الأب ابنه عاكفا على دراسته وقد حصل علامات عالية وكانت أخلاقه رضية وسمته حسنا وعلاقاته طيبة أي أب يمد يده على ابنه ما في مبرر؟ هذا معنى قول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شافرا علينا تتوقف كل أنواع المعالجات لأنه هدف تحقق أيضا الإمام الشافعي رضي الله عنه استنبط من قوله تعالى أن الله لا يعذب أحبابه يعني أنت عرفت الله وأحببته أنت في مجال التكريم قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق لو أن الله أقرهم على أنهم أحبابه لما عذبهم إذن إن الله لا يعذب أحبابه معنى دقيق جدا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لكن بالمناسبة ما كل مصيبة تصيب الإنسان هي تعذيب بعض المصائب تكريم ابتلاء امتحان رفع درجات إذا قلنا إن المصائب مضايقات وشدائد يسوقها الله للإنسان كي يدفعه إلى باب العبودية فهذا من قبيل الحديث عن العصات أما المؤمنين لهم معاملة خاصة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبش بالصابرين يعني يريد الله عز وجل أن يعرف المؤمن بإيمانه أنت يا عبد مؤمن والدليل سق لك هذه الشدة فما غيرت ولا بدلت ولا تركت الصلاة ولا ظننت بالله ظن السوء أنت على ما أنت عليه فحينما يصاب المؤمن بخوف أو بنقص من الأموال والأنفس والثمرات هذه مصائب الترقي ومصائب الكشف ومصائب الدفع لكن مصائب أهل الدنيا العصات مصائب القصم والردع بينت هذا في دروس سابقة هناك مصيبة قصم وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن الإنسان حينما يبتعد بعدا شديدا عن الدين ويستحيل عليه العودة يقصم وحينما يقع في مخالفة شديدة وفي معصية بليغة تصيبه مصيبة الردع فلعل الله جل وعلا يردعه بهذه المصيبة أما أهل الإيمان فمصائبهم مصائب دفع تسريع ومصائب رفع ومصائب كشف يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى قالوا مرة ثانية نقطة إذا تحركت رسمت خطا الخط إذا تحرك رسم سطحا السطح إذا تحرك رسم حجما الحجم إذا تحرك شكل زمنا في أحدث نظرية النسبية أن الزمن هو البعد الرابع للأشياء فهذه الشمس تتحرك والقمر يتحرك والأرض تتحرك ونحن نتحرك هناك نهاية لهذه الحركات هذا معنى مالك يوم الدين كل يجري لأجل مسمى الشمس والقمر والأسلاك ونحن نتحرك لأجل مسمى واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا نقرأ النعوات ونحضر التعزيات لكن لا بد من يوم تقرأ نعوتنا ويحضر الناس تعزيتنا ويلقون كلمة في مناسبة موتنا أبدا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول هذا الزمن الزمن يعني حركة محدودة تنتهي بنقطة الصفر يقول لك عد تنازلي يعني تسعة ثمانة سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر انتهت صبت شرف معنا هكذا الدنيا الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة سبحان الله الزمن يمضي سريعا فيما مضى كل واحد منا قال له عمر كيف مضت هذه السنوات والسلاسون يقول لك والله كلمح البصر كيف مضت الأربعون عام الخمسون عام العشرون عام وعلى هذا فقط والإنسان يسأل نفسه سؤال محرج هل بقي بقدر ما مضى أغلب الظن لمن تجاوز الأربعين لا أغلب الظن لأن معترك المناية بين الستين والسبعين فمن بلغ الأربعين أغلب الظن أن الذي بقي أقل مما مضى هذا معنى كل يجري بأجل مسمى مرة ثانية ليست مشكلة الإيمان أن تؤمن أو أن لا تؤمن لا بد من أن تؤمن ولكن بعد فوات الأوان فالبطول أن تؤمن قبل فوات الأوان البطول أن تؤمن وأنت شاب وأنت في ريعان الشباب طاقة قدرة أن تشكل حياتك وفق قواعد الإيمان أن تختار عملك الذي يرضي الله عز وجل أن تتعلم كي تستفيد من علمك في الحياة الدنيا لا أن تتعلم بعد فوات الأوان بعد أن مضت السنون وبعد أن دفعت الثمن بالغا يا ليتني فعلت كذا يا ليتني لزمت مجالس العلم يا ليتني أديت الصلوات كلها يا ليتني فعلت كذا وكذا كلمة ليت هذه تجرح الفؤاد يا ليتني قدمت لحياتي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت قلّا إنها كلمة هو قائدها يعني قرأوا الآيات التي تتحدث عن ندم الإنسان حينما يلقى الله عز وجل فمرة ثانية ليست القضية أن تؤمن أو أن لا تؤمن لا بد من أن تؤمن شرعون آمن آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل البطولة أن تؤمن في وقت ينفعك فيه الإيمان نعم الشيء الثاني ما من واحد على وجه الأرض ينكر حادث الموت ولكن البطولة أن تستعد لها الموت خارج حساب الناس يحسب لكل شيء حساب قال له بعد عشرين سنة سمعت بإذن كنت في مكان أنتظر قال له بعد عشرين سنة إذا تدفئ المركزية يعني صافي خدل بالأنابيل ما بكسر البلاط بعمل تنبيه خارجي بعد عشرين سنة يحسب الإنسان حساباً لكل شيء إلا مغادرة الدنيا يصعق حينما يأتي ملف الموت فالمؤمن يستعد لها قبل أن تأتي يستعد لها بالإيمان يستعد لها بالاستقامة يستعد لها بالعمل الصالح يستعد لها بطلب العلم يستعد لها بإنفاق الأموال يستعد لها ببزل الغالي والرخيص والنفس والنفيس حتى يشعر أنه في رضوان الله أيها الإخوة الأكارم كلمة أقولها لكم والله الذي لا إله إلا هو ما من شعور يسعد الإنسان في الدنيا أعظم من أن تشعر أن الله راض عنك فليتك تحلو والحياة مريغة وليتك ترضى والأنام غضابه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت شرابي من ودادك سائغ وسربي من ماء سفراتي سراب إذا صح منك الوسط فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب المؤمن رباني معنى رباني يعني علاقته مع الله حسن علاقة ود علاقة حب علاقة شوق علاقة طاعة علاقة عبودية علاقة خضوع علاقة انسياق لأمره وقاف عند كلام الله إذا كل يجري لأجل مسمى هذا الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزوازا هذا الذي جعل البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا الذي خلق السمكة لتأكل منه لحما طريا هذا الذي خلق اللؤلؤ والمرجان ليكون زينة لزوجتك هذا الذي أولج الليل في النهار بلطف سديد وأولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى هل عرفته جاء الجواب ذلكم الله ذلكم الله ربكم من هو الله الذي فعل كل هذا الذي خلق الكون الذي خلق السماوات خلق المجرات خلق الكازارات خلق المذنبات بين مجرتين ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية كلام كلام سابت والله مرة في سهرة من السهرات أجريت حسابات لأعرف ماذا يعني أقرب نجم للأرض ملتهد أيام الأرقام لا تعني شيئا يقول لك عشرة قوة عشرين هذه الأرقام لا تعني شيئا فأردت أن أوضح لإخواني أنه هذا أقرب نجم بعده عنا أربع سنوات ضوئية شي جميل الضوء يقطع في الثانية الوحدة تلاتمئة ألف تلاتمئة ألف على الآلة الحاسمة ضرب ستين بالدقيقة ضرب ستين بالساعة ضرب أربعة عشرين باليوم ضرب ثلاتمئة وخمسة وشتين بالسنة ضرب أربعة أربعة سنوات ضوئية طيب طلع معي رقم كبير فلكي سنركب مركبة سرعتها مية بالساعة تقسيم مية السنة عالمية طلع كم يقطع في الساعة طيب كم ساعة نحتاج إلى أن نصل تقسيم أربعة عشرين كم يوم تقسيم ثلاثمئة وخمسة وثلين كم سنة طلع معنا هذا النجم أقرب نجم للأرض من أجل أن نصل إليه تلاتة وأربعين مليون سنة يجب أن تركب مركبة وأن تقودها تلاتة وأربعين مليون سنة كي تصل لأقرب نجم إلى الأرض ملتهب أربعة سنوات ضوئية فكم تحتاج كي تصل إلى نجم القطب أربع تلاف سنة أول أقرب نجم أربع سنوات القطب أربع تلاف فالنطب المرأة المسلسلة مليون سنة ضوئية أحدث مجرة ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون تعلم ذلكم الله ربكم هذا الذي تعصيه هذا هذه أفعاله ألا يستحق هذا الإله العظيم أن تطيعه أن تعبده أن تعظم أمره أن تدعو إليه يعني بصراحة الإنسان يعني حينما يضع كل إمكاناته في خدمة إنسان من جنسه فقد بخس نفسه حينما يحب الإنسان غير الله فقد احتقر ذاته سيدنا الصديق أنا ما بعتقد ما بعتقد في بالأرض رجلين أحبا بعضهما بعضا كما أحب الصديق النبي عليه الصلاة والسلام يعني فداه بروحه فداك أبي وأمي يا رسول الله أعطاه كل ماله ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لو كنتم متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليل معنى هذا إنسان لا يجوز أن يحب غير الله ولا أن يعطي شبابه لغير الله ولا أن يعطي حياته لغير الله ولا أن يعطي قلبه لغير الله ولا أن يعطي ولاءه لغير الله هذا الذي يوالي إنساناً إنسان فاني في أحسن الدرجات ماذا يفعل معك لو جاءك شيء لا يقوى على أن يرده عنك إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله يعني الإنسان حينما يتجه لغير الله وحينما يوالي غير الله وحينما ينفق شبابه لغير الله وحينما يفني عمره لغير الله وحينما يعطي ماله لغير الله وحينما يوالي غير الله فقد احتقر نفسه لذلك من عرف نفسه عرف ربه ويمكن أن نقول ومن عرف ربه عرف نفسه والحمد لله رب العالمين